السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتحدث اليوم عن المغزى من دراسة السيرة النبوية الشريفة وكما تعلمون جميعا فان العالم الاسلامي مقبل هذه الايام على استقبال شهر ربيع الاول الشهر المبارك الذي فيه ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما درسنا في حلقة الامس تحدثنا بان المغاربة كانوا يحتفلون بهذه الذكرى العطرة وكذا كل بلاد العالم الاسلامي في مشارق الارض ومغاربها وذلك لاذهار محبتهم للرسول الاكرم واجلال شخصيته العظيمة في نفوسهم فكلما حلت هذه المناسبة تعقد الجلسات والندوات والمحاضرات والاحتفالات كلها من اجل التذكير بسيرة هذا النبي الكريم وايضا التذكير بالمثل العليا للإسلام ومعانيه السمية وايضا مناسبة لحد على مراجعة الامة الاسلامية لسيرتها الداتية ومراجعة سلوكها في التربية الروحية والهدايا الاخلاقية فهذا هو منهجنا ان شاء الله نسير فيه هذا الايام نقوم بدراسة الصفحات المشرقة من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل صرد الاحداث وانما نعمل على استنباط المبادئ العامة التي تكون محركا لنا جميعا نحو التغيير والإصلاح المنشودة ربنا سبحانه وتعالى نوها وأشاد بمعتث هذا النبي فقال جل علاه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه المعاني متضمنة في السيرة النبوية الشريفة التي نريد أن نقوم بالوقوف على صفحات مشرقة من حياة هذا النبي الكريم فما معنى السيرة؟ السيرة هي معنى السنة والطريق المتبعة كما قال تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يعني السيرة هي الطريق المتبعة هناك من له سيرة حسنة وهناك من له سيرة غير ذلك فهي سيرة هي سلوك عام لكنها في المعنى الإصطلاحي السيرة هي تعنى بقصة حياة إنسان معين وتتبع محطات من تاريخه والبحث عن كل الدقائق في حياتهم منذ الطفولة بل منذ الولادة مرورا بمراحل الإبداع والنبوغ ثم أن تصل إلى مرحلة العطاء هناك شخصيات في تاريخ البشرية تمت دراسة سيرتهم وهم على رؤوس الأصابع لكن تبقى السيرة النبوية الشريفة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكمل وأدق سيرة في تاريخ البشرية إنها تعنى بمجموع ما ورد لنا من وقائع في حياة النبي الكريم وعن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية وكذلك كل تفاصيل حياته في مختلف مجالاتها لماذا نقوم وإياكم أيها الأحباب الكرام بهذا الأمر ما هي الفائدة الفائدة أن في زمننا هذا صارت دراسة السيرة النبوية الشريفة من أهم الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها لأننا في زمننا هذا واقع الأمة الإسلامية متأخر جدا في مختلف المجالات كان المفروض أن تكون أمة الإسلام أمة لا إله إلا الله في مقام الريادة لكن نلاحظ بأنها متأخرة في عدة قطاعات في المجال الاقتصادي وفي المجال التنموي وحتى في المجال العسكري وأضف إلى ذلك مجالات كثيرة ومتعددة إننا من خلال الوقوف على سيرة هذا النبي الكريم نستطيع أن نعود بالأمة الإسلامية إلى سالف مجدها وعزتها نبحث عن مراكز القوة فنتبعها وننبه إلى مراكز الخلل فنبتعد عنها فنحن الآن عندنا كنز عظيم من الكنز وهو سيرة هذا النبي الكريم إنها لا تتناول سيرة رجل عادي لا إنه أعظم مخلوق وجد على ظهر الأرض منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ندرس سيرة الإنسان الكامل في إنسانيته الذي خطبه المولى عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم ربنا عز وجل أتنع عن هذا النبي وقال وإنك لعلى خلق عظيم وتعلمون جميعا بأن العالم اليوم العالم اليوم أزمته الكبرى ليست هي الكورونا ولا التدهور الاقتصادي ولا التسابق نحو التسلح ولا غير ذلك مشكلة العالم الآن هي ما تسمى بالأزمة الأخلاقية الأزمة الأخلاقية التي انتشرت بشكل مقلق في صفوف مختلف طبقات المجتمع وكل الأوساط ومن تم سرنا نعاني الأمرين نحن نحتاج إلى أن نعود إلى القيم الأخلاقية النبيلة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأكمل في الخلق العظيم وهذا الرجل يا سبحان الله عنده درجة رفعة عند رب العالمين حتى أقسم الله بحياته حياته ليست كحيات باقي البشر حياة سيد محمد عظيمة وكريمة حتى إن الله تعالى أقسم بها في كتابه العزيز فقال لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون لعمرك يعني أقسم بعمرك أقسم بحياتك يا محمد ربنا يقسم بعمره وحياته أنهم الذين على غير الهدى في سكرتهم يعمهون فنحن لما نقوم إن شاء الله تعالى في هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الأول الذي اعتاد المسلمون منذ التاريخ إلى يومنا هذا وسيبقى بإذن الله يقومون باقتناص الأوقات والفرص لمدرسة سيرة هذا الرجل الذي هو أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة هل تعلمون أيها الأحباب بعد البعث بعد الموت أولا ثم البعث والنشور أول أول من يبعث من الخلائق ويخرج من القبور من هو هو سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود يوم القيامة هذا الرجل أيها الناس إنه ليس كمقية البشر لقد أكرمه الله تعالى بكرامة الإسراء والمعراج وصعد إلى السماوات العلا وفتحت له أبواب السماء واخترقها بجسده إلى ما بعدها حتى وصل إلى مكان لم يصله حتى جبريل أمين الملائكة الذي عنده ستمائة جداح وصل إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك ولن يصل إليه أي مخلوق ليقف عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى وهناك لقي ربه وكلمه مباشرة وبدون حجاب إنها سيرة رجل عظيم لن يحاسب الله الخلائق يوم القيامة إلا عندما يأذن له بالشفاعة فيوم القيامة هناك الحساب ربنا سوف يقول لنا جميعاً وقفوهم إنهم مسؤولون سوف نتعرض للحساب عن كل تفاصيل حياتنا لكن هذا الرجل أكرمه الله تعالى بالشفاعة فكل من كان مخطئاً أو كان ستزل قدمه يشفع له فكل نبيد لن يشفع لأتبائه إلا بعد أن يشفع هذا الرجل العظيم لأمته إننا أيها الأحباب الكرام ندرس سيرة رجل هو أول من تفتح له أبواب الجنة لن يدخل أحد الجنة قبله كل الناس يدخلون خلفه ثم هذا الرجل هو الذي سوف يعطيه الله تعالى الحوض حوض النبي يروي به العتشة يوم القيامة يوم الزحام يوم الحساب هذا الرجل أيها الأحباب الكرام أعطاه الله تعالى مقامات كثيرة وطلب منا أن نتعرف عليه في كل تفاصيل حياته إنه الصورة العملية التطبيقية لهذا الدين سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم ونتذوق روحه ومقاصده ونفهم آياته وأحكامه أحسن طريقة هي أننا نتأمل في سيرته لأنها تفسر الآيات وتجلي الأحداث مواقف عظيمة مر بها النبي الكريم هي عبارة عن إضاءات للقرآن الكريم إضاءات فهو الصورة للمثل الأعلى في كل شؤون الحياة ربنا عز وجل قال في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما معنى أسوة حسنة أي قدوة قدوة للإنسانية جمعة سيد النبي رجل كبقية البشر عاش حياة بشرية باع واشترى أخذ وأعطى أقام وصفر سالم وحارب ما غاب عن الناس وإنه لقى صنوف الأذى قاس أنواع الظلم وكان العقبة النصر له دائما كان ينتصر لأن الله تعالى معه فنحن إن شاء الله تعالى سوف نقف في صفحات مشرقة من سيرة النبي الكريم عن كل تفاصيل حياته عن هديه هديه في المنام والطعام والشراب هديه في الحل والترحال هديه في السلم والحرب هديه في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع المخلوقات هديه في التعامل مع الموافقين والمخانفين له هديه في التربية والتعليم والدعوة والإرشاد هديه في التعامل في شؤون الأسرة وأيضا في المجتمع وتدبير الشأن العام هديه في كل ما يحتاج إليه البشرية إننا سوف نتعرف على هذه السيرة النبوية الشريفة التي تشمل على تعليم وأداب تتعلق بكل تفاصيل حياة النبي الكريم آداب في الطعام والشراب واللباس والنوم وفي العلاقة الزوجية وفي تربية الأبناء وتدبير شؤون الحياة اليومية نتعرف على كل هذه الأمور وأيضا سيدنا النبي لما يظهر في مقام الشاب المستقيم لما كان شابا يرعى الغدم ولما صار زوجا مثاليا في حسن التعامل ولما صار أبا مثاليا في العاطفة والحدان ولما كان عابدا متبتلا إلى ربه وأيضا لما كان داعيا إلى الله بالحكمة والموعد الحسنة ثم لما صار رئيس دولة يسوس الأمور بحكمة مالغة ولما كان قائدا حربيا ماهرا ولما كان سياسيا صادقا محنكا إنه صلى الله عليه وسلم مر بكل ظروف وأطوار الحياة لما نتعرف على هديه سوف نتعرف على رحمته الواسعة كرفقه بالحيوانات واهتمامه بالضعيف والقوي والقريب والبعيد حتى أنه كان يعطف على كل شيء حتى الشجر والحجر نتعرف على خلقه الكريم لنقتني به نتعرف عن خلقه الرحمة والليم وأيضا خلق الشجاعة والإقدام نتعرف عن خلق الرفق والكرم والأمانة والعدل وغير ذلك كما نقف على دلائل من معجزاته الباهرات مما يقوي إيمادنا ويزيده بإذن الله تعالى هكذا أيها الأحباب الكرام سوف نتعرف على عظمة الإسلام وقوته من خلال سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه السيرة ليست مجرد حواد التاريخية وإنما تجسيد عملي للوحي الإلهي علينا أن ننظر إلى صاحبها وإلى من معه وكأننا ننائش معهم نريد أن نراهم رأي العين نريد أن نستشعر حضورهم معنا لكي نرتقي ولكي نقتدي بهم جميعا فبناء الأمة الإسلامية كان في الأول عبارة عن قبائل متناحرة ثم في فترة وجيزة من حياة النبي الكريم استطاع أن يقدم لنا نموذجا حضاريا قويا ظل عطاؤه مستمرا حتى يومنا هذا الأمة الإسلامية في الضرفية الراهنة هي أحوج ما تكون إلى دراسة سيرة نبيها والاعتزاز به لنرتفع إلى مكان القيادة الراشدة للمجتمعات الإنسانية ولكي نعود إلى السرط المستقيم ولكي تتحقق بشارة الله لنا أننا خير أمة أخرجت للناس لما قال جل علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سنكون سعداء بمشاركاتكم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا نسعد بمشاركاتكم كل منكم يعطينا إضاءة حول هذا النبي حول أخلاقه حول سلوكه حول مواقفه المثيرة سنسعد بأن نستمع إلى بقاة متعددات والغاية ليس هو سرد الأحداث التاريخية بقدر من أن نغرس في قلوبنا هذه القيم فصلوا جميعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله